على مستوى الإدلاق بالترشح الستات أصحاب النسب الأكبر وهم فعالين جدا جدا أن هم ينزلوا ويدلوا بأصواتهم وده شاهدنا على مستويات الانتخابات سواء البرلمان أو الانتخابات الرئاسية على مدار السنين اللي فتت لكن على مستوى الترشح بالنسبة للانتخابات الرئاسية فللأسف ما زالت مصر تحت خط الواحد في المية في نسبة حتى فكرة الترشح يمكن عندنا السنة دي كانت السيدة جميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور كانت نزلة الانتخابات وبالفعل قدمت ترشحها وجمعت التوكيلات لكن الحزب أعلن بعد كده أن هو مش هيكمل الانتخابات الرئاسية وهي تراجعت علشان خاطر هي بتمصل لأي قرارات بيتخذها الحزب على المستوى العام سواء في البرلمان أو المجالس المحلية المرأة ليها دور ولكن دور محدود بالنسبة للمشهد السياسي عموما عندنا البرلمان الماضي كان فيه نسبة مشاركة من السيدات عالية جدا ولكنها أغلبها كانت من القوائم مش من الترشح الفردي يمكن حوالي ستة أو سبع سيدات فقط هما اللي فازوا من ترشحهم بوجه فردي الباقي كان من القوائم أو كان من التعيين من خلال رئيس الجمهورية الخوف من التجديد نحن في المجتمع المصري بنخاف من الوصمة المجتمعية بنخاف من التهديدات بنخاف من الجرأة الزيادة فعندنا السيدات سعادبي وعندهم حنكة سياسية وعندهم باعة سياسية وقدرين أنهم يكونوا في المشهد ولكن تخوفهم من أنهم يتصدروا أول مرحلة هو ده اللي بيخليهم يترادعوا في أغلب الأوات السيدة المصرية أثبتت تواجدها في الوزارات وفي البرلمان وحتى الاقتصاد كسيدات أعمال السيدة المصرية نكحة جداً ولكن بيبقى فيه تخوف دايماً من رئاسة الجمهورية يعني أنه يبقى فيه واحدة عندنا رئيسة جمهورية في بلد عربي مسلم دي جديدة علينا ما شفناهاش قبل كده ويمكن ما نشوفهاش السنين اللي جاية لكن المفروض دلوقتي نخلي بالنا منه هي البرلمان والمجالس المحلية لو إحنا دعمنا المرأة مش بالكم بس بالكيف إن وجود سيدات لائقات وعندهم فكر وعندهم منهج وعندهم أجندة في المجالس المحلية وفي البرلمان ده يخلينا بعد كده نصطفي منهم ناس تقدر تكمل لرئاسة الجمهورية وتبقى عندها القدرة إن هي تنافس فيه السباق الرئاسي لغاية الآخر ما يكونش مجرد بداية جمعة توكلات وثم انتحاب